وفي لقاء خاص أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون التأمين الموحد يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل وطبعا يعني قانون القوانين مهم جدا لأنه بيجمع شتات قوانين كثيرة تعرف حداك لما بيبقى فيه كذا قانون متطبق في نفس الموضوع بيعمل لخبطة في التطبيق بالبلدي فإحنا لما يتجمع قانون فيه مجموعة قوانين في قانون واحد ده بيعمل تحسين لجودة صناعة التأمين في مصر وبيحط قواعد للإشراف والرقابة عليها القانون مهم جدا في غاية الأهمية لأن الحقيقة خطاع التأمين في مصر كان فيه مشاكل كثيرة والحقيقة كان تعدد القوانين اللي بتنظم عملية التأمين أكتر من 3-4 قوانين الحقيقة كبت عقوق العمل في هذا القطاع المهم بالإضافة إلى أن قطاع التأمين بالكامل بيمثل 1% بس من الداخل القومي أو الناتج القومي وده حاجة يعني متواضعة جدا النهاردة إحنا في قانون تاريخي مع بدء جمهورية جديدة مع انعقاد دورة برلمانية أو جلسة تاريخية بالأمس في مجلس النواب الجديد أعتقد أن القانون ده منتظر الجميع المصريين لأنه حيعمل موأمة وحيعمل تعديل للمعادلة إحنا عايزين قصة التأمين تكون تحت مظلة للجميع وده الغرض الأساسي والرئيسي من التشريع تشريع